الرسالة هنا ان احنا كلنا كشعب وقفين مع بلدنا عشان نواجه المخططات نواجه استهداف مصر استهداف اراضينا وحدودنا التصويت النهاردة ليس تصويتا طبيعيا خروج المصريين وانا بقول كده كلمة المصريين النهاردة وافضل شيء ان احنا بنقوله ايوه انا بنزل الانتخابات من اجل بلدي انا نازل هذه الانتخابات من اجل مصر نعم هذه الرسالة القوية وهي الرسالة اللي احنا بنقولها انا نازل من اجل مصر شايفين في ماليزيا شايفين في السعودية شايف في الاردن شايف في السلطنة عمان في فرنسا في بوليفيا في ايطاليا في روسيا في قطر في المغرب الامارات الكويت تونس النمسا هولندا اتكلم على ما فيش دولة ما فيهاش حد منزلش انتخابات كل الدول بقول لحضراتكم ما فيه بعثة الا واستقبلت ناخبين مبارح والنهاردة ولسه عندنا اليوم التالت بكرة ناس قطعوا بالكام بخمس ساعات سفر وست ساعات سفر لو انا بتكلم على اوروبا في درجة حرارة بقول لحضراتكم فنلندا عشرين تحت الصفر ده انا بتكلم وانت متخيل ينزلوا من البيت وهتشوفوه دلوقتي بتكلم على اوروبا صفر تجمد تلج ولكن ما منعهمش انهم ينزلوا ابدا الدول العربية اعداد هائلة في السعودية في الكويت في الامارات في عمان اعداد هائلة من المصريين مفيش حتة مفيش حد منزلش الوقت الان في ايطاليا اعداد كبيرة في باريس فرنسي اعداد كبيرة في لندن في بريطانيا اعداد كبيرة في هولندا اعداد كبيرة في النمسي اعداد كبيرة اعزو الله حاكوا تليفوني من انبارح طبعا بفرق التوقيت بيبعث لك من استراليا بيبعث موجودين في استراليا بيبعث لك من الدول العربية بالكامل اوروبا بالكامل من امريكا وانا بشكرهم مش بالعكس سعيد جدا سعيد انه الناس بتبعث لنا شخصيا على تليفون الشخصي وانا بحييهم وبشكرهم اللي ببعث لي يقول لي شوف درجة الحرارة ويبعث لي التلج عندهم ايه في الشوارع والناس وقفة ازاي ويعني تقدير يا جماعة تقدير وحب للبلد بلد جمدة جدا اللي في النمسا دول درجة الحرارة عندهم تمانية النهاردة تحت الصفر تمانية تحت الصفر تلج وقفين في التلج وقفين مع بعض يمكن دي فيديوهات النهاردة فيه فيديوهات امبارح كمان درجات الحرارة بقول لكم تلج في اوروبا هل ده منع؟ لا دي مصر وقت احنا في وقت صعب نعم والله 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 التصويت ليس لي اختيار سين او ابدا التصويت اليوم من اجل الدفاع عن مصر وصوتك النهاردة هو صوت لحماية مصر وامنها واستقرارها وصوت كل يوم جوه مصر وبره مصر كل صوت هو رسالة لاعداء مصر واي حد بيفكر النهاردة يهجر يعرف انه شعب مصر نزل بعشرات الملايين عشان بيقول احنا بنختار رئيسنا عشان يحمي بلدنا من مخاططات التصويت